أشارت دراسة أمريكية حديثة على عدد كبير من النساء لفترة طويلة للزمن إلى أن فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سناً قد يقلل من احتمالات إصابتهن بنوع خطير من سرطان الثدي مقارنة بمن يحتفظن بذات الوزن وبمن تزيد أوزانهن التقهير التالي والتفاصيل نعلم جميعاً أهمية فوائد الحفاظ على الوزن الطبيعي والابتعاد عن السمنة لكن من منا كان يتخيل أن نزول الوزن له علاقة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي دراسة أمريكية مؤخراً شارك بها عدد من النساء وأجريت لمدة طويلة من الزمن أن فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سناً يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن يحتفظن بذات الوزن أو بمن تزيد أوزانهن وأثناء الدراسة قام الباحثون باحتساب مؤشر كتلة الجسم لأكثر من 61 ألف امرأة لمرتين تفصل بينهما ثلاثة أعوام وبعد ذلك قاموا بمتابعة الحالات لأكثر من 11 عاماً وكانت النتائج أن أكثر من 3000 منهن أصبنا بسرطان الثدي بينما قلت نسبة إصابة النساء اللواتي عملنا على تنزيل أوزانهن بنسبة 5% على الأقل مقارنة باللواتي حافظنا على أوزانهن وذلك بالسنوات الأولى من الدراسة بينما صرح كبير الباحثين الذين أجروا الدراسة أن نتائج التي أشارت إليها الدراسة تؤكد أنه بإمكان النساء التقليل من احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي حتى وإن بقين بدينات بعد فقدان القليل من الوزن ومن المتوقع أن تكون هذه النتيجة مشجعة للنساء حيث أنه ليس من الصعب تحقيق نزول متواضع في الوزن والحفاظ عليه وأخيراً أوضحت الدراسة ما هو الرابط الأساسي بين زيادة الوزن والإصابة بسرطان الثدي وبالتالي يصبح المصدر الرئيس لهذا الهرمون هو الأنسجة الدهنية وفي حالات السمنة يساعد هذا الهرمون على نمو الأورام ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي ترجمة نانسي قنقر